في مقال نشرته صحيفة أخبار الخليج أكد الكاتب السيد زهرة أن قطر مجرد أداة في مشروع أكبر منها بكثير وأن لديها مهام تتمثل في تمويل الخراب والفوضى والترويج الإعلامي والسياسي للجماعات المتطرفة إليكم أبرز ما جاء في هذا المقال عندما تفجرت أزمة قطر قبل أكثر من ثلاث سنوات وفرضت الدول العربية الأربع المقاطعة عليها أجرت معي محطة تلفزيون مصرية حوارا طويلا عن الأزمة من بيد الأسئلة التي وجهتها إلي المذيع سؤال يتعلق بمخطط قطر ومشروعها الذي يفسر دعمها للإرهاب والجماعات الإرهابية وما تقوم به من أعمال تآمر وتخريب في الدول العربية قلت للمذيع على الفور مشروع قطر أي مشروع؟ قطر ليس لديها أي مشروع قطر مجرد أداة في مشروع أكبر منها بكثير قلت إن المشروع هو مشروع تدمير الأمة العربية هو مشروع إغراق الدول العربية في الفوضى والخراب عبر الإرهاب من أجل تدمير الدولة الوطنية العربية ومؤسستها المشروع هو تقسيم الدول العربية المشروع هو أن لا تقوم للعرب قائمة هذا المشروع صاغته ووضعت مخططاته قوى استعمارية كبرى ومعها دول إقليمية وشرعوا في تنفيذه فعلا منذ غزو واحتلال العراق ومثل ذلك من تطورات كان أبرزها ما سمي الربيع العربي الذي كان التصور أنه سيكون الضربة القاصمة لكل الدول العربية قطر كأحدى أكبر أدوات هذا المشروع كان منوطا بها منذ البداية مهام محددة تقوم بها أول وأكبر هذه المهام تمويل هذا المشروع أي تمويل مخططات الفوضى والتخريب والدمار وتمويل القوى الضالعة مباشرة في تنفيذ المشروع سواء كانت دول إقليمية أو منظمات وقوى إرهابية وطائفية وانقلابية في الدول العربية وأكبر هذه المهام تتعلق بالترويج السياسي والإعلامي للمشروع وللدول والقوى والجماعات الضالعة فيها وهذا بالضبط هو ما دأب عليه الإعلام القطري على امتداد السنوات الطويلة الماضية إذ تولي مهمة الترويج للجماعات والقوى الإرهابية وأجنداتها وأيضا مهمة تشويه صورة الدول العربية وقادتها والتحريض على التدخل في شؤونها وإثارة الفوضى فيها كان الأمل معقودا على أن فرض المقاطع على قطر سوف يدفع النظام إلى أن يفيق وأن يعيد النظر في هذا الدور الذي يلعبه كأداة للتخريب والدمار في الدول العربية لكن للأسف منذ فرض المقاطع حتى يومنا هذا يتأكد يوما بعد يوم أن النظام القطري يصر أشد الإصرار على أن يلعب دوره هذا ليس هذا فحسب بل تطور هذا الدور وتصاعد بشكل أكثر خطورة منذ قبل على الدول العربية والأمن القومي العربي ولنتأمل فقط الجريمة الكبرى التي ترتكبها قطر اليوم حين تقوم بدعم وتمويل مشروع تركيا في ليبيا الذي لا هدف له إلا تدميرها وإغراقها في الإرهاب والفوضى وتهديد أمن مصر والأمن العربي كله حقيقة الأمر أن جريمة قطر بلعبها دور الأداء في مشروع تدمير الدول العربية هو أكبر وأشنع بكثير من جرائم الدول والقوى التي تصوق هذا المشروع وتقود عملية تنفيذه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر